وباتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن نسلم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا ولا تاكلوها ولا تاكلوها إشرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كفر نصيبا نفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربا واليتاما والمساكين والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا عرفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتالى ظلما إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظل سيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهنص ولأبويه لكل واحد منهما السلث مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظل سيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما السلث مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريمتا من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدا فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولدا فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخن وفت فلكم لكل واحد منهما السدث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين ويرمضا وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله ندخله جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعط الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب بهين ترجمة نانسي قنقر